كابتن أسامة كان لك تعليق برضو على أهم الإجابات اليوم أهم الإجابات أن اللعبة قدرت في خلال الفترة الصغيرة دي قدروا للموا بعض ده مهم جدا مستر كولر برضو قال العامل النفسي إزاي النهاردة اليوم الأجازة فرق مع اللعيبة النهاردة برضو محتاج تخرج بره للعوامل المباراة السابقة فأنت عشان تحضر المباراة القادمة محتاج زهني بأصوفي فكان يوم الأجازة فرق مكاسب المباراة النهاردة في اللعيبة واحد زي مران عطية النهاردة مكسب كبير جدا في وسط الملعب وكان برضو جزء من مران عطية أنه هو ما شاركش في مباراة سانداونز لو كان شارك في مباراة سانداونز مران عطية من بداية المباراة كان هيفرق معنا بشكل كبير جدا لو اتحق كعنصر أساسي مكسب كبير مران عطية الأمر الثاني النهاردة محمود كهربا برضو مكسب كبير جدا وعودته مرة أخرى للتسجيل لعيب زكي بيعرف يتحرك من أنصاف الفرص لعيب يعرف يتحرك ويفضل المساحات اللعبة اللي جنبه فعلى ما أعتقد اتنين مهمين لمتخب مصر فترة قادمة عودة السلية مران عطية وكهربا باتنين مهمين جدا وعلى ما أعتقد ممكن مدير الفاني المتخب مصر ياخد الاتنين ويدموهم عامر السلية طبعا عودته هو عنصر أساسي موجود في الفريق لكن ظروف الإصاب بيرسيتاو النهاردة بيسجل رغم الهزيمة السابقة سجل النهاردة بيسجل أيضا برضو بيسبت نفسه بيرسيتاو كان محتاج ماتشات ورابعت أنه بس حتة الإصابة أنه يرجع ورجلية تدخل الملعب مرة تانية فبيرسيتاو واحد من اللعبة المحترفة عندك اللي بيضيف لك إضافة كبيرة مع المعلول مع ديانج مع بيرسيتاو وكريستو طبعا فده واحد النهاردة يعني بتوظفه في كذا مكان سواء طرف يمين أو شمال رقم عشرة ورأس حربة فبيجيد بيرسيتاو بشكل كبير دول اللعبة اللفت ونظر النهاردة بشكل قوي الحاجة المهمة علي لطف النهاردة خد للشوت التاني علي لطف النهاردة برضو أنه دخل الشوت التاني ابتداء إصابة الشناوي النهاردة نتمنى إن شاء الله تكون إصابة بسيطة محمد الشناوي حارس كبير وسيظل حارس كبير واحد من اللي حفروا اسمهم في تاريخ الناد الأهلي والكرة المصرية الحارس الأول سنوات طويلة ومعرض أن أي حارس بيجي فترة ممكن يمر بفترة ما يبقاش موفق فيها عصام الحضري واحد من الحراس الكبار في تاريخ الكرة المصرية ونظر النهاردة مر بالفترات دي وكان بيرجع تاني أقوى من الأول النهاردة محمد الشناوي وجود علي لطف برضو الشوت التاني وإن ياخد أجزاء ده مهم جدا دايما مهم إن كل مكان أو كل مركز بيبقى فيه لعب أساسه لعب بديل الاتنين على نفس المستوى ونفس الكفاءة في حراسة المرمى في أي مكان دايما الأفضل أو سياسة المدير الفني أو استراتيجية المدير الفني في واحد يقول لك أثبت وده الصح خلي بالك وطبيعي محمد الشناوي ياخد فرص بشكل كبير ويكون موجود ما وفقش في مباراة طبيعي يكمل فرصته لكن وجود علي لطف النهاردة برضو أسعدني مروان عطية النهاردة مهم جدا وده وخلي بالك مروان عطية برضو الناس اللي كانت بتتكلم على الصفقات صفقات النادي الأهلي مروان عطية وخالد عبد الفتاح اتنين مهمين جدا وقلتها هنا يوم مباراة الأهلي والزمالك لما كسبنا الزمالك ثلاثة قلت محمود كهربا مروان عطية خالد عبد الفتاح ثلاثة مهمين لمنتخب مصر قبل النادي الأهلي فالنهاردة كمان الشكل الحلو النادي الأهلي في المباراة رغم البعض ممكن يقول القطن يعني فريق ضعيف هو آخر المجموعة لكن انت اللي دايما يهمك شكلك انت عملية الاستحواز النهاردة كورة كان المباراة تحس انها سهلة واللي مساهلة تركيز لعبة النادي الأهلي تقارب الخطوط لاستحواز خلال الاستحواز انت قدرت تخلق كم فرص كتير النهاردة فده برضو من الليجابيات يعني طبعا ما دخلش فيك أهداف قدرت تسجل أربع أهداف دي حاجة معنوية برضو بعد المباراة السابقة تقارب الخطوط دي كلها عوامل ان شاء الله يعني كانت مهمة بكرة يا كابتن أيمن هننتظر ونشوف لو النادي الأهلي كمل في البطولة يبقى حاجة كويسة ان شاء الله ان شاء الله نكمل بإذن الله ان شاء الله نكمل وبكرة ساندونز يعني يعني فريق محترم يعني زيانبولو فبكرة ان شاء الله المباراة تخدمنا وتكون بفصالح العائلة الأهلي ولو القدر ما خدمناش لسه ما زال عندنا السنة ان شاء الله أربع بطولات عندك دوري عندك كاس وصلت الفاينل عندك كاس آخر عندك بطولة السوبر أربع بطولات وانت حققت بطولة في أول السنة بطولة السوبر ان شاء الله عندك أربع بطولات تقدر تحصل عليهم وتكتمل الخماسية ان شاء الله السنة للنادي الأهلي ويبقى موسم كمان لو خرج النادي الأهلي يبقى موسم كمان برغم الخروج لأفريقيا يبقى موسم كبير جدا لنادي الأهلي في تحقيق ألقاب محلية كبيرة ولو القدر ان شاء الله شاء لنا خير النادي الأهلي السنين اللي فاتل كنا بنطلع تاني وكان ببدأ مفتاح الفوز لنا ان شاء الله الفاينل شكرا